قضية الماتش طبعاً أثارت مشاكل كبيرة أول شيء قيل لي أن كانت البارح فيه ضرب داخل الملعب الناس رابطين الكراسة متضربين الشهداء تضرب تعتقل كاللي فقدوا حتى كين قالوا لي فقد عينو اللي يضرب حتى كاداً يموت اللي رحلوا التليفون اللي يسرقوا له الدراهم اللي بات في الكوميساريا بالعشرات وأحداث بعد الماتش حتى قبل الماتش حتى قبل الماتش كان بالرغم من أنهم جابوا آلاف من عناصر تاحهم مش فقط أبناء العصابة لأنه ممكن لطيرة ولكن أيضاً جابوا كثير من البوليسية من الدرك من الشرطة من الجيش فقط بشكال مول أحوال مع ذلك دارك نشوف بعض الشعارات دارك نشوف بعض الشعارات التي رفعت أمس داخل الملعب قبل ما نشوفوها كانت هناك إذن هذه الهزيمة وهذه الهزيمة كثيرين مرات ما يفهموش كيف يحدث مثلاً الفريق الوطني أنا لست خبير في الرياضة ولست هنا أناقش الرياضة بحد ذاتها يعني طبعاً أنا متابع للرياضة وحتى لما كنت في شبابي كنت نلعب كرت القدم لفترة طويلة يعني لكني هنا نتحدث من جوانب أعمق ربما وأبعد عندما نبقى فقط في الرياضة طبعاً المستوى الرياضي في الجزائر كارثي ما فيش رياضة واحدة تستطيع أن تقول هذا الرياضة تشرف في البلاد ما فيش لا الفوتبول للهوندبول للبسكتبول للبوليبول للألعاب الفردية ولا الجماعية ولا الجري ولا أي لعبة تفكر أي لعبة رياضة ما فيش حاجة تشرف في البلاد وهذا طبيعي جداً عندما تكون المدرسة ما تشرفش والجامعة ما تشرفش والطرقات ما تشرفش والمستشفى ما يشرفش فالرياضة أيضاً ما تشرفش وهو عملية جامعة يعني بالرغم من أن أموال كثيرة صرفت على الرياضة وكانوا حابين يدلوا بها التلهية يعني هما خليوا البلاد تدخل لها المخدرات وهما مرات يكونوا أرباب هذه المخدرات ولكن أيضاً كانوا يحبوا يستخدموا الرياضة كانت كانت هذه الدول اللي تستمى دول أوروبا الشرقية والمعسكر الاشتراكي كانوا أقوية جداً كانوا أقوية جداً في الرياضة كانوا يديروا الاستبداد ويفتحوا للناس المجال الرياضي فيه بالفعل مثلاً كان الاتحاد السوفياتي دائماً يهو الأول يهو الثاني في المنافسات الدولية وكذلك ألمانيا الشرقية وكذلك بولندا وكذلك الماجر كانوا أقوية جداً نحن استبداد طغيان فشل لكن حتى في مجال اللي هو يلهي شوية الناس الرياضة ما كانش ما كلش غارك وشوفوا البطولة الوطنية اللي هي ربما أهم رياضة طبعاً ما هو الفوتبول في الجزاء يشوفوا البطولة الوطنية ومستوها كارتي بكل مقاييس لكن في فريق الوطني اللي مش يقدر الناس ربما يفهموه كثير برغم أنا عندي تفسير له وربما كان اللي عندهم تفسير له أيضاً لكن اللي مش فاهمينه أن هذا الفريق الوطني يقدر يكون يلعب بامتياز مثلاً قبل أشهر فاز بالكأس العربية في قطر وفوز مستحق ولعب ومقابلات من أرقى ما يكون بعدها بشهر أو أقل في الألعاب الإفريقية ينهزم ويخرج هو اللخر يعني في المجموعة اللي كان فيها هو آخر فريق ويطرد من الدور الأول فريق قبلها بأسابيع فايز باللعبة العربية بالدورة العربية مش مفهوم يعني كيفاش تنطلق من أفضل فريق تقريباً على المستوى العربية إلى آخر فريق في إفريقيا وانت في منطقة هذه نفسها يعني ثم أيضاً ينتصر في الكاميرون ينتصر خارج بلده بدون أنصاره في أجواء غير ملائمة طبيعية مناخية غير ملائمة ينتصر عنده في بلاده ينهزم في أمام عشرات الألف من أنصار وأمام وكانت معنويات مرتفعة جداً لأننا فزنا في الكاميرون حتى البعض كانوا يقولوا أنا متأكد كنا نقولوها إحنا لما كنا صغار آه كي يجعون أعطوهم خمسة كي يجعون أعطوهم سبعة المرة يدو ثلاثة مينيموم ها وهكذا فينهزم وينهزم بثنين فاصل واحد مقابل واحد ويخرج من اللعبة طبعاً هذا الخروج أنا شخصياً نشوفه حالتين نقولها لكم بكل صدق من جهة نشوف باللي طبعاً مؤلم خاصة للشباب خاصة للناس اللي ما بقى لها ولا شيء بقى لها شوية الوهم انتها الرياضة شوية تتعلق فيه فهو مؤلم ولذلك كان كثير من الناس اللي صبحوا مراض ربما البارح جاتوا ديبريسيون كاللي البارح كسر تليفزيون كاللي الداوس مع أسرته كاللي منش عارفوش دار كاللي بلك رح يضرب دار دروغ ولا حيسكر كاللي كل واحد كيفاه كاللي ماتوا بمناسبة كاللي أصيبوا في أجسادهم يعني من شدة القلق من شدة الارتباط بالموضوع وأيضاً الأهمية أنه كأس العالم هذه مش لعبة أخرى وبالتالي كانت الناس يكون عندها هذاك شوية أمل أنه حتى النوفمبر ديسمبر في قاطر تلقى الناس باشتبع كأس العالم فهذا مؤلم بالنسبة إلي وخاصة نشوف الناس تعانيه يعني وخاصة أنه أيضاً هناك مدرب من أفضل ربما أنا أعتقد أنه بما أفضل مدرب شاهدته الجزائر يعني وأيضاً فمجموعة في الفريق أيضاً لاعبين ممتازين ولكن في نفس الوقت الهزيمة هي تعبير عن واقعها هي تصوير دقيق للهزيم الأخرى وعندما كان ينتصر الفريق هي كان استثناء كيفاش تصوير الهزيم تع المستشفيات تع الطرقات تع الجامعات تع المدارس تع الأسعار تع العمل تع الطبقة الحاكمة تصوير حقيقي نحن نعيش هزيمة مرعبة هزيمة مرعبة عندما ترى الناس وتجري وراء شكرة الحليب تشري وراء السميد وراء البطاطا في بلد هي عشر مساحة في العالم في بلد ده إمكانيات مادية هائلة إمكانيات فلاحية هائلة إمكانيات صناعية هائلة لكنها لا تنتج شيء الجزء الأكبر من الأكل نستوردوه بما فيه القمح بما فيه الحليب بما فيه ما يصنع به الزيوت بما فيه كل شيء الدواء نستوردوه عدد هائل لباس تقريبا نستوردوه كل شيء أما الفريجيدار وهذوك والإلكتروني ناجي كل شيء الإلكتروني كيف كيف هزيمة أربعين مليون في هذا البلد وستة مليون في الخارج أو سبع مليون الآن لكن هزيمة بكل ما تعنيه الكلمة هزيمة على مستوى الجيش على مستوى الطب على مستوى المدارس على مستوى العلم على مستوى في أي مكان تنظر رهيب إدارة رهيبة طرقات رهيبة الناس مرة ما عندها شلمان الآن في الشتن ناس كلمة عندهم شلمان انقطاع الكهرباء الهزيمة منكرة داخل البلاد فكان لو تم هذا الانتسار رح يغطي مرة أخرى ولولي أشهر هذه المصيبة اللي أنا عايشينها مع هذا المافيا العسكرية اللي حاكم البلاد ولذلك أجد نفسي في شعور من جهة أتألم للمتألمين اللي كانوا عندهم أمل يشدوا فيه ومن جهة نقول لا الأسواب هو أنه لازم الناس شوف الحقائق لأن الأمور رهي تتجه لما هو أسوأ لو ضعره يتسوق مش تتحسن كل يوم الوضع يسوق أكثر ويتجه لما هو أبشع فمليح الناس تفطن لأن الفوتبول استخدمت هذه العصابة استخدام باعث جدا شفتوا لدرجة أنه شينغريحا يتكلم للفريق شينغريحا يبعث رسالة شينغريحا ما نشعارف تبون دارها كبعثوهم باطل الكاميرون ما نشعارف دارهم بزرج ملايين أو بخمس ملايين بينما اللي جاي من مارساي ولا جاي من علي كونت ولا يمكن يدفع 10 ملايين 10 ملايين وين 10 ملايين كالي يدفعوا في 1000 أورو 1200 أورو معناها قيمت قريب 30 مليون 25 مليون بشي شريته بيه بينما الكاميرون تقريبا خفضوا لهم وطبعا بعثوا أولادهم وصحابهم إلى آخره لكن البساطة هذو بعثوهم ومن بعد غرقوهم ثم وشفنا مشاكل اللي وقعت لهم هناك فالنظام يستخدم في هذا الموضوع الفوتبول أكثر من الأفيون أكثر من العفيون أكثر من لادروك وبالتالي من هذا المنظور تبدو الهزيمة أنها قد تكون مؤشر مهم للشعب بش ما يبقاش الناس مغيبة البلاد راي في حالة سيئة جدا الأسعار راي ترتفع الناس راي تجوع العمل راي مكانش كثيرين ما عندهمش سكن أو ضعف المستشويات كارثية الطرقات كارثية بكل طرق المدارس وحدث ولا حرش يجب أن تفيق الناس وفي النهاية تفهم أنها لعبة بالرغم كما قلت أن كل ما فيه من ألم يعني ما فيه من ألم أنه لهؤلاء كالذين كانوا ولنا جميع يعني يعني ما شكون ما يحبش يشوف علم بلده يرفرف في لعبة عالمية بغض النظر تبقى كأس العالم ما هيش حاجة بسيطة يعني لكن مرة أخرى لماذا يحدث هذا هكذا الفريق يطلع الفوق وينزل تحت يطلع الفوق وينزل تحت ما كاش كون يعني ما هوش موش موش ما كاش تبات ما كاش استقرار البعض يعتقدون أن المشكلة تقع في رئيس الفاف هذا اللي يسموها عمارة شيء هذا سيت اسمه كامل طبعا هذا أنا كنت كلمت عليه في وقته هذا عملت على الإمارات والإمارات اللي وضعته لكن البعض خرج وفي الجرائد يتهمون أن المغرب كان قام بمؤامرة والله لما شفتها في البداية نحسبهم كاش واحد يتمسخر يعني نحسب كاش واحد جايب اسم الشروق وانو مش عارف النهار وجرائدهم هذه البائسة ويتكلم عليهم وهذا البلد الذي لا يحبون الخير ومن يش عارف وبعضين ومن بعد وشنوه عن طريق الحكم والحكم رحوا استخدموه وخرج واحد ابن جنرال ويسموه محلل عسكري محلل سياسي يظل عند القنوات وهو واحد من ابن الجنرالات المجرمين اللي والديهم حكموا البلاد بالحديد والنار وهم حابين يبقوا أيضا بالحديد والنار ولو بالكذيب ولو بالظهور في القنوات شوفوا تخيلوا وين يوصل شوفوا وين يوصل شوفوا وين توصل السفاهة أو السفالة شوفوا وين توصل لقيت عليه اليوم أنا في التويتر لما شفته فشعرت أنه بالفعل لنش عندنا هوايش سامحوني على العبارة شوفوا وين يقول في شوفوا وين يقول فهنا فضيحة على المستوى العالمي حقيقة يعني ملاحظة حكم المباراة ما زال في الجزائر ثلاث نقاط ولا أربع نقاط ألف دينار لمن يأتي به نديره عبد يشد المروحة كما تعفيل من رسالة وبعدين دير هاشتاغ إفريقي العبيد هاشتاغ رضوان بوهيدل رضوان بوهيدل هذا هو اسمه وهذا ابن جنرال ويشتاغل على أساس أنه محلل إلى آخر يعني حاطينه احناش من اللي احنوشة عندهم باش يكذب على الجزائري عنصرية مقيتة جيبوه نديره عبد كما يشد المروحة كما في الرسالة يعني عنصرية لا يقبلها الإنسان ولا تقبلها الأمم المتحذرة ولا الغير المتحذرة ولا يقبلها الإسلام اللي جاء وقضى على قضية العنصرية قضى عليها بكل معانيها وبكل مستوياتها لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا ولا إلا بالتقوى والتقوى ها هنا ما عنداش علاقة بالعمل بشري يعني نظرة دونية فيها تحقير وفيها عنصرية كريهة من هذا السفيه اللي ظل يظهر في القنوات انتاحهم ضد إخواننا من البشرة السوداء أو الصمرة وفي الجزائر واحدة هناك مئات الآلاف اللي هم من اللي حاملين بشرة الصمرة أو حتى صمرة داكنة مئات الآلاف وهم جزائريون كيف كيف يعقل يعني أنه أنه هذا يظهر في قنواتهم بهذا المنطب طبعا هذا السفيه كان سب الحراك وسب الأحرار لكن في اليوم علنا مباشرة عنصرية مباشرة لو كان جاينا في دولة القانون هذا اللي يعتقل اليوم وتتم محاكمته حتى وفق القوانين اللي وضعتها العصابة عصابة ووضع قوانين لكن تستخدمها ضد خصومها فقط أما هم يعفسوا القانون كما يشاءون استغربت لم أصدق في البداية واعتقدت أنك شواحد دير بها شوية مسخير مش رحين تكفوا على هذه عقلية التآمر والمؤامرة بالمناسبة تهانية لفريقين التونسي والمغربي اللي يتأهلوا في النهاية المنطقة المغربية على الأقل هناك من يمثلها ومنطقة شمال إفريقيا هناك من يمثلها على الأقل لكن مش رحين توقفوا على هذه الخساسة هذه النذالة هذه المؤامرة هذا إحنا والمغاربة خاوة شعبين هذا شعب واحد تقريبا في بلدين وهذا وهذا التلاعب بالناس وخلق الحقد والتوجيه على أن الشعب المغرب والشعب المغربي عداء هذه الجريمة ترتكبوها في حق الجزائريين وفي حق المنطقة ككل هذه الجريمة إحنا والمغاربة والتوانسة والليبيين والمصار وهذا كنت تكلموا فقط على شمال إفريقي خلاف الأمال البلدان الأخرى هذه البلدان خاصة تشترك تقريبا في كل شيء خاصة الجزائر والمغرب وتونس تشترك في العقيدة وفي الدين وفي اللغات وفي الجغرافية وفي المستقبل وفي الماضي وفي التاريخ نشتركه في كل شيء كفوا عن هذه عن خلق العدوات الفارغة ما بين الشعبين خاصة الجزائر والمغربي لكن مما قيل لي أيضا والناس كلها متفقى عليه هو أنه السطاد مرة أخرى هذا السطاد كارثة هذا السطاد تعلق البلدان اللي بالمناسبة غلقوا البلدان كلها المشاكل كي الناس اللي كسروا لهم تجارة تاحهم كي يعني صارت فوضى في عدة أماكن في شوارع في البلدان الناس أهل البلدان عانوا معاناة مرة مع هذا الماتش مع ذلك يبقى هذا السطاد باعس وكان سبق بالماضي وينقال ما عندناش سطاد ما عندناش سطاد نقدر اللعبه فيه هذه المرة ثبتت خاصة قضية الكاميرات من تاع الفار ما الكاميرات تاع الفار كاميرات تاع بانا اللي عنده تليفون ربما آخر آيفون والله يعرف باللي الكاميران تاعه خير من الكاميرا تاع تليفزيون اللي يشرفوا عليها عشرة الملايين من الدولارات الاستاد اللي صارفين عليهم عشرة الملايين من الدولارات ولكنهم كوارث كيتشوف فقط الناس كيفاش كانوا يشيري ليبيه توحم وكيفاش كان الضرب ولا بوليس تضرب وكيفاش ليبيه اللي يسوب خمسين الف وصلوا يتبعوا بزوج ملايين وزوج ملايين ونص وكيفاش اللي هما داخلين في اي بي باطل ومع الحراسة ومع الاكل والشرب هما ولادهم بينما الشعب الخديم الاحتقار كالعادة الاحتقار كالعادة خلنا نسمعوا ربما كان أيضا هاي الشروق تخيلوا هاي الشرور هذي تخيلوا هذي جريدة وما زال وهذه الطرع مرهى هي بث الفرقة داخل الجزائريين وما بين الجزائريين والشعوب المجاورة خاصة دايما هذي خدمتها وتابعة مباشرة للحنوشة بالمناسبة خدمين مباشرة عن الحنوشة كي هي كي القناة العار الأخرى ولا جريدة العار كي تقريبا أغلبية الجرائد هذرا مخطط مغربي لإقصال جزائريين من مونديال قطر تعيين بوند وقسامة لم يكن بريئا ياخي مهزل يا اخي ياخي مهزل يا اخي ها واحد أخر عام دراهم الشعب ونيروحوا في قنوات تاعة بروباندا كاذبة مخادعة تتلعب بعقول الشباب الصغير خاصة اللي ما يعرفش وتخلق في العدوات ما يكفيهاش لأن هذا النظام يتغذى على العدوات العدوات ما بين الجزائريين خلقها واحد الوقت عربي قبايلي الزواف ما نشعارف يخلقها ما بين الشمال والجنوب يخلقها ما بين الأبيض والأصمر يخلقها ما بين الإسلاميين والعلمانيين يخلق خلق طول عمره هذا المافيا العسكرية تتغذى وتصنع الصراعات وتخلق الصراعات لعلكم تذكروا قبل عشر سنوات أو أكثر ولمدة ست سنوات من 2008 تقريبا لـ 2014 أو 2015 حتى سقوط الدياريستع توفيق ومنطقة غردايا لقرارة بريان بما فيها من جزائرين هناك إباضيين أو سناء كانت كارثة إباضيين أو مالكيين حتى هذا هو التعبير الأدق وفتن وقتل وذبح وسرقات وهذه المدن الثلاثة ما زالت تعيش توطر وفي كثير من أحيانها منقسمة تماما ما بين الناس عاشوا مع بعضهم قرون طويلة لكن كان هدف مهم جدا كانوا يخوفوا الجزائريين باللي هاوش ممكن يحدث لكم ما يكفيهمش داخل الجزائر طبعا يسدوا يخرقوا الفتن مع الجيران هاي هذا ما يسمى بالزير تيفي في سيناريو حزين ومرير مع معامرة واضحة من دولة لا داعي لذكر اسمها نتعرض لإقصاء مرير مرير لكن رغم كل شيء قطر هي التي خسرت الجزائر وسيكون كأس العالم بدون طعم بعد إقصاء شاء أشبال بالماضي ومنتخب إيطاليا كنا نود تهول فقط اللي رفع عالم فلسطين هناك خلوا الجزائرين يرفعوا عالم الجزائر في البلاد يا كنتوا ترفعوا يا كالجزائرين كي يجوا خارجين خاصة في الحرب كنتوا تنحولوا من الإعلام تعالجزائر ما زالت التاجروا في فلسطين ما كملتوش ما كملتوش تعالتجارة تعالفلسطين ما كملتوش بيها ومسح ينتكملوا خلوا الجزائرين يرفعوا عالم الجزائر العالم الوطني ما خليتوا فيها رفعوه في كثير من المرات كانوا يرفع على العالم الوطني يعتقلوه كم من مرة كانوا ينزعوا الناس العالم الوطني ويرموه في الأرض يقولوا أنت حيراكية ولا أنت حيراكية ويعبثوا بقضية فلسطين قضية فلسطين النظام الإجرامي اللي راي يعطيكم في أموال الشعب هو مع عباس وجاء عباس وعطاله مئة مليون دولار وعباس هو ميليشيا خدام عند إسرائيل عند الكيان الإسرائيلي على الأقل الأخرين راحوا من آخرها ورحوا طبعوا ونحن ندين التطبيع سواء في السر أو العلد العصابة أنت تتلاعب يعرفوا شعور الشعب الجزائري نحو فلسطين وحقيقة كل الشعوب المنطقة مش شعب الجزائري أيضا حتى التونسي حتى المغربي حتى المصري حتى الليبي حتى السوري حتى كل الناس يشعروا بالعمق وهنا شفنا الأوروبيين كيفاش وقفوا مع الأكران ولما سئلوا لماذا قالوا هذا خوتنا ألوانه مثل ألواننا وشعوره مثل شعورنا وهذا بيض مسيحيين خلاص ما كاش واحد يزدي عقدنا من أننا ما نضامنوش مع خوتنا فلسطينيين لأنهم مسلمين أو لأنهم عرب أو ما كاش هذا انتهى لكن العصابة تعبث بالقضية وجرائدها وموقعها يعبثوا بالقضية ويبزنسوا بالقضية تاع فلسطين والله ما عندكم لا علاقة لا بفلسطين ولا بسحرة الغربية ولا بوغادو ولا عندكم علاقة كيف تبقاون في السلطة بطريقة بشعة ومتخلفة ورديئة وها عندكم ستين سنة خاصة ثلاثين سنة الأخيرة وخاصة ثلاث سنين الأخيرة العامين هو نص هالي قلت لهم قاعد سكتوا يعني خلاص صغير رفع عالم فلسطين مش مهم ان ترفع عالم فلسطين ولا ما ترفعش قابل كل شي قابل كل شي اخدم بلادك قابل كل شي ما تخليش جزائرين يقرقوا في البحار او في المخدرات او هاربين قابل كل شي دير مستشفيات قابل ما تبزنس بفلسطين وعالم فلسطين اللي هي في قلب الشعب الجزائري انا على يقين اخدم البلاد لو كان جاء عندكم ذرة كرامة او مروءة او شهامة لانها موال البلاد موال شعب عابثين في البلاد وردينها مسخرة ومهزلة ويأسوا بؤسوا فقر وقال لك باش يرفع العالم فلسطين في قطر تلاعب بالقلوب بتاع الناس وبالهف مش رح يتوقف عندكم علق عليهم واحد قال لك شوف تعليق هذا قال لك اعترافات خطيرة للمدعو غاسمة غاسمة انه من حركة رشاد وعمل المخزن والكيان ها 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 الناس دايرتهم ضحك الناس دايرتهم مسخة بيتم معنى الكلمة وجايبين في صورة اخرى اعترافات صادمة للمقبوض عليه كاري غاسمة طبعا هذا اللي دار تعليق هذا في اشارة لأخونا الحر بن حليمة محمد عزيز اللي رأى عند المخابرات الارهابية فجابوا في اشارة باش يقولهم ها 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 الاستهزاء نعم هذه العصابة كثروا لها اخواني من الكاريكاتير ومن هذا الكلام اللي يستهزأ بهم لانه يقدر يوصل للناس بسرعة كي الناس تصل لها الصورة او يصل لها الكاريكاتير او تصل لها العبارة اللي فيها فيها استهزاء بهم اكثر من حديث ربما جاد وحديث معمق او مرات تعطي لهم ضربة شديدة بتعليق مثل هذا هذا اخونا اللي داروا اسمه احمد زايدي بنشوفه اش قال بالماضي بالذات السلام عليكم كروتش اقول الاسف المنتخل الوطني الجزائرية يخرج من السباق كان اهم هدف بالنسبة للانخب الوطني الجمال الماضي والتأهل للمونديال اليوم بعد الهدف المنتخب اللي ما يتحقق وكان في كل مرة يقول الجمال الماضي نتحب المسؤولية هل ممكن يكون فيها قرارات ان شاء الله شايد قالوا ان شاء الله يعني قالوا كل دايما يقول بالماضي نتحمل المسؤولية يعني يحبي يقوله ترك رح تستقيل طبعا الصحفي من حقه يطرحي سؤال يعني صحفي انا من رأيي ان الناس ما تنزعش من الاسئلة انا دايما نقول باللي ما فيش سؤال جيد سؤال سيء الصحفي من حقه يطرح الاسئلة كيكون بأدى بطريقة الحال لكن واضح ان الصحفي هذا يريد منه ان يقوله ويقول واش حبيت لازم تروح وقيله فقالوا قالوا ان شاء الله في الحقيقة انا مرة اخرى ما نش خبير في المجال رياضي لكن اللي خبير فيه ربما هو انه يبان الانسان المخلص للوطن واللي يريد حب الرفعة الوطن واللي يريد يخدم البلاد ويبان العكس بالماضي من النوع الاول قناعتي الراسقة دائما منذ ان جاء اره الان ثلاث سنوات ولا اربع سنوات صراحة الشيء الوحيد للجزائريين بتهجوا به هو المرات اللي كان في هذا واقول ابتهاج وهو ابتهاج مؤقت انا لست مع الواحد يتخدع بفوتبول وكنت ضغد ولا كوبديموند انا نعتبر في هذه الافضاع لا قيمة لها لا قيمة لها لكن فقط حيث انه ابتهاج لساعات او لأيام خاصة للشباب صغير ولأشاق الكرة المستديرة كما تسمى لكن الان يبقوا يدفعوا فيه يعني بدل ما يخلوه يعاود خاتش ودار بنا صحيح ودار بنا وعارف صحيح يجب ان يجيب على الاسئلة كيف هذا الفريق يفوز بالكأس العربية ثم يطرد من الكأس الافريقية في الدور الاول كيف يفوز في الكاميرون ويخسر في الجزائر هذا كلها مليح تكون كينة اجابات مش فقط من عند بالماضي ولكن عند كثير مسؤولين على الرياضة ولكن الدفع والضغط عليه باش يروح رأي مش حاجة جيدة رأيه بالماضي في اعتقادي يعتبر افضل من درب على الاقل في هذه 30 سنة الاخيرة او 40 سنة الاخيرة اللي نقدر نقول انا عايشتها او شفت هذا الوضع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة